أنا ولد وجبت أحلى حاجة في الدنيا وأنا والدة من المبارح يا جماعة لبسين أبيض في أبيض وعمل الديكور على ستايل أفريكانو والتوزيعات على شكل تايجر شيتا وأجواء تحفة فنية ولا في الأحلام دقطات من احتفالات البلوجر نادا محمد ودونجل برحيم الصغير من قلب غرفة الولادة إزاي كانوا حلوين قوي كده وليه المتابعين انبهروا بديكور الولادة ومفاجآت وكواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده لبسوا أفتان أبيض في أبيض وحطوا فون ميكب ومش قادرة تقف على رجليها وعمل الديكور ولا في الأحلام ما فيهوش غلطة ويمكن أول ديكور يكون مختلفة أوي كده كلامي هنا عن ولادة البلوجر نادا من قلب المستشفى وإزاي ما كانتش قادرة تتكلم وكواليس كتير حصلت مختلفة تماما هنشوفها مع بعض في الفيديو ده نادا تعبت أوي في الولادة وكانت متوترة وبتعيط عياط هستيري من الخوف على البيبي وعليها بس الدكتور هون عليها كتير وكان بيهزر معها وبيضحكها علشان ما تحسش بأي حاجة لحد ما ظهرت لينا وقامت بالسلامة وجابت رحيم للدنيا وفرح ببابا كانت في حتة تانية خالص تحسوا مصدوم على متوتر نادا رغم تعبها إلا أنها ظهرت بكامل أناقتها والشاكتها وهي تعبين وما كانتش قادرة تتكلم بس حابت تطلع لمتابعين وطمنهم على نفسها وتوريهم الديكور وكل حاجة جاهزتها بنفسها قبل ما تولد أولا هي اختارت اللون الأبيض يكون هو الراعي رسم اللي لبسوهم هما الثلاثة هي كانت لابسة أفطان الولادة بدل البجامة كنوع من أنواع التغيية وكانت شبه الملايكة هي وابنها وجزها ولبست رحيم صلبات علي اسمه وكان باللون اللبني وما ظهرتهوش ما هو لسه في اللف ما ينفعش تظهره إلا لما تقوم بالسلامة هي وابنها أما بقى عن الديكور اللي حقيقة بدعت فيه وملوش حل ويعتبر أول مرة نشوف ديكور بالابتكار والجمال ده كله وكل اللي في المستشفى عجبهم وكانوا بيسأله هو تابع مين من حلوته أي اختارت تصميم الديكور يكون مش تقليدي الطبيعي وهو اللي كل البلوجرز عملوه هو بالون الهيليوم على شكل هيليوم وكمان بوي بالإنجليش أو اسم البيبي ببلالين الهيليوم وببلالين أزرق في أبيض لكن اللي حصل هنا مش كده خالص أي اختارت ستايل قريب من ستايل أعياد الميلاد مش تبع تجهيزات الولادة وعبارة عن ديزاين الغابة وفي أشكال كتير ومجسمات زي الزرافة والغوريلا أما بقى الرأي راسني تايل ديكور هو شيتة واللي كان على شكل تايجر وزعتها للناس مصاحف وسبح وتوزيعات بمبوني وشيكلت وكمان على بصغيرة في هدايا قائمة ما تتنسيش ظهرت نادا وهي بتقول إنها تعبنة بس ما حبتش تفوت فرصة وإنها تطمن على متابعينها بعد ما فائد بيوم كامل وإنها ولدت الحمد لله اللي ما تعرفوش بأنها كانت خايفة إن دونجل ما يدخلش معها غرفة الولادة لأنها شخص بيخاف وبيتعب على طول لدرجة إنه ممكن يقع من طوله بس اللي باين في الفيديو إن دونجل قدر يحل الموضوع ده علشان يكون واقف جنبها وما يسبهاش ويكون معاها خطوة بخطوة كمان يقويها ويسندها وعملوا فوتوستشن حكاية ليها والدونجل وابنهم رحيم وطملوا الناس إنه تسجل واحدة تطعيم أول يوم وربنا يكملهم على خير ويقوموا بالسلامة هي وابنها طبعا متابعينها انبهروا بشكل الغرفة اللي هي فيها وقعدوا يسألوا عملتها إزاي من كتر ما هي حلوة أوي كده ومختلفة تماما عن أي شكل تعمل قبل كده وهي ردت وحكت ليوم كل التفاصيل وإزاي عملت ده في أسرع وقت ومخدتش وقت خالص في التصميم علشان تلحق تولد وتطلع تتصور يطر عجبكم ستايل نادا الجديد وشكلها المختلف هي وديكور الولادة طيب تفتكروا بقى هي مش عايزة تظهر رحيم علشان الحسد ولا إيه شاركوني برأيكم في التعليقات